ترجمة نانسي قنقر الكهرباء والخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة وفي اجتماع آخر مع وزير العدل المستشار عمر مروان وجه الرئيس السيسي بالتوسع في استخدام أحدث الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم للمساهمة في سرعة الإجراءات واختصار زمن التقاضي وكذلك تعميم النظام التقاضي عن بعد في كافة المحاكم خلال الفترة القادمة تتواصل في شرمشيخ فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال جلسات عمل وحلقات نقاشية تستمر أعمال المؤتمر حتى اليوم بمشاركة دولية وإقليمية واسعة إلى جانب 268 منظمة مجتمع مدني دولية لديها صفة الاستشارية بالأمم المتحدة و257 جمعية أهلية عادية و47 مركزا بحثيا بإجمالي عدد مشاركين نحو 2700 هذا ووصفت الأمم المتحدة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد بأنه علامة فارقة عالمية لتحسين التعاون الدولي ضد الفساد ومساعدة العالم على التعافي بنزاهة من وباء كورونا يبدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جتيريش الأحد المقبل زيارة رسمية إلى لبنان تستمر أربعة أيام وأوضح مكتب الأمم المتحدة بلبنان أن الزيارة ستكون ذات طابع تضامني في هذه المرحلة الحارقة التي يمر بها لبنان حيث سيعيد خلالها الأمين العام التأكيد على دعم الأمم المتحدة للبنان وشعبه هذا ومن المقرر أن يلتقي جتيريش بمسؤولين حكوميين على رأسهم الرئيس ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي إضافة إلى عدد من القادة الدينيين وممثلي المجتمع المدني قالت منظمات حقوقية أن القوات المسلحة والميليشيات التابعة لإقليم أمهر الإثيوبي كثفت عمليات القتل والاعتقال الجماعي والإبعاد لسكان غرب إقليم تيجري وقالت المنظمات في بيان مشترك أن سكان مدينة تيجري الذين يحاولون الهرب من موجة العنف تعرضوا للهجوم والقتل مشيرة إلى أن عشرات المعتقلين من إقليم تيجري يواجهون ظروفا مهددة للحياة تشمل عمليات تعذيب وتجويع وحرمان من الرعاية الطبية أعرب حلف شمال الأطلسي النيتو عن استعداده للعمل على بناء الثقة مع روسيا حال اتخذت موسكو تدابير ملموسة لإزالة التوتر مع أوروبا وجاء في بيان للحلف أن مجلس شمال الأطلسي أكد ترقيه مقترحات إيجابية من روسيا في مجال الأمن الأوروبية كما أعلن النيتو أنه مصمم على الاستمرار في التوسع شرقا وأنه يرفض مطالب روسيا بمنع ضمام أوكرينيا إليه حذر وزراء الصحة في دول مجموعة السبع من أن المتحور أوميكرون لفيروس كورونا هو أكبر خطر راهن على الصحة العامة في العالم مؤكدين أن التصدي لهذا التهديد تطلب تعاونا وثيقا وقال وزراء الصحة في المجموعة في بيان إنهم قلقون للغاية إزاء ازدياد أعداد الإصابات بالمتحور الجديد مشيرين إلى أن السبيل لمواجهة هذا الوضع يكمن في تعاون وثيق أكبر من أي وقت مضى وكذلك في مراقبة البيانات وتبادلها أعلن مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعضية أنتوني فاوتشي أن متحور أوميكرون هو الأكثر قبلية للانتشار من المتحورات المسجلة من فيروس كورونا وقال فاوتشي خلال مؤتمر بالفيديو للغرفة التجارية الأمريكية إن هذا المتحور هو الأكثر قبلية للانتقال من متحورات كوفيد التي تم تعامل معها حتى الآن لكنه أشار إلى أن أعراضه بسيطة مقارنة بسابقية مرجحا أن يكون متحور أوميكرون هو المهيمن في الولايات المتحدة قريبا مؤكدا أنه في الوقت الحالي لا يزال متحور دلتا في الصدارة نهاية موغزة تاسعة مشاهدين لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت اكترانيوز دوتي في كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب شكرا على طيب المتابعة أترككم الآن مع فاصل قصير نتابع من بعد فقرات هذا الصباح ابقوا معنا